اليوم سوف نرى كيف يمكنك أن تعبر عن رأيك باللغة الألمانية كيف يمكنك أن تقول أنا متفق معك يعني متفق مع رأي شخص ما أو غير متفق مع رأي شخص ما لكي تعبر عن رأيك باللغة الألمانية يمكنك استخدام عدة عبارات ich denke das يعني أنا أعتقد أو أنا أظن أن الفعل هو denken ومعنى اعتقد أو ظن das تعني أنا هي من الروابط في اللغة الألمانية عند استخدامها نضع الفعل في آخر الجملة ich glaube das أنا أعتقد أن طريقة أخرى لكي تعبر عن رأيك الفعل هنا هو glauben معنى اعتقد يعتقد ich finde das معنى الحرف هو أنا أجد أن ولكن الفعل finden هنا لا يعني وجد بل يعني ظن رأى أو اعتقد يعني أنا أعتقد أن أو أنا أرى أن أو أنا أظن أن في هذه الحالة يمكن أن نستخدم الفعل finden وحده بدون das مثلا نقول ich finde ثم تكمل برأيك في شيء ما يعني بدون das ich bin der meinung das بمعنى رأيي أنا die meinung هو الرأي الآن لنعى أنت لا كيف نقول أنا أعتقد أن اللغة الألمانية لغة مثيرة للاهتمام ich denke das أنا أعتقد أن أو ich finde das أو ich glaube das Deutsch ist eine interessante Sprache interessant صفة تعني مثير للاهتمام لماذا أضفنا الحرف أ للصفة هنا؟ باختصار عندما تكون عندنا الصفة قبل الإسم الإسم هنا هو Deutsch وتكون عندنا أداة تنكير I know نضيف للصفة الحرف A كيف نعرفها أو نتذكرها؟ أداة التنكير I know تنتهي بالحرف A كذلك أضف للصفة الحرف A الآن أن جملة كاملة Ich denke das Deutsch eine interessante Sprache ist لاحظوا جيداً الفعل في آخر الجملة الجانبية الجملة الجانبية هي التي تحتوي على أداة الرب das الآن باستخدام الفيل فندن سوف نقول أنا أظن هذا الفيل مشوّق مشوّق شبانند شبانند الفيل فندن وهو في البلوس أكوزاتي هذا الفيل ديزن فيلم ديزن فيلم الآن الجملة كاملة شبانند شبانند مسلّية Das lesen macht Spaß القراءة مسلّية أو ممتعة Macht Spaß طريقة من الطرب لكي تقول شيء ما مسلّي أو ممتع Ich bin der Meinung dass das lesen Spaß macht أنا أعتقد أن الاستماع للموسيقى يساعد على الاسترخاء مريح موسيق هورن ist انشبانند يعني الاستماع للموسيقى يساعد على الاسترخاء أو مريح انشبانند موسيق هورن يعني الاستماع للموسيقى Ich denke dass موسيق هورن انشبانند ist الآن سوفنا رأى كيف تسأل شخص ما عن رأيه ماذا يظن أو ماذا يعتقد أول عبارة هي Was denkst du über يعني ما رأيك في في شيء ما Was denkst du über يبقى هنا بلوس أكوزاتيف أو Wie findst du يعني ما رأيك وتكمل بالموضوع الذي يتود سؤال شخص ما فيه أو Was أنا أعتقد أن هذه الفكرة رائعة طول طريقة من الطرق لكي تقول شيء رائع باللغة الألمانية طول أنا أعتقد أن أنا أعتقد أن هذه الفكرة رائعة ما رأيك في الطقس اليوم كيف تسأل شخصا ما هذا السؤال Wie findst du das Wetter heute يعني ما رأيك في الطقس اليوم Ich finde das Wetter schön أنا أعتقد الطقس جميل الآن تريد أن تسأل شخصا ما ما رأيك في اقتراحي Was hältst du von meinem vorschlag Ich denke dass dein vorschlag fantastisch ist أعتقد أن اقتراحك رائع fantastisch طريقة أخرى لكي تصف شيء مع أنه رائع Was denkst du über das essen hier ما رأيك في الطعام هنا Das essen schmeckt sehr gut بمعنى الأكل أو الطعام مضاقه جيد جدا يعني جيد جدا الفين schmecken تستخدمه عندما تتحدث عن مضاق الأكل الآن سوف نرى عندما توافق شخصا ما رأيه ماذا يمكنك أن تقول keinen Zweifel daran لا يوجد شك في ذلك ليس هناك أي شك فيما قلته Ich bin der Meinung Das sport أنا أنا أعتقد أن هذا المكان ساحر جدا رائع جدا Fasten Nihant طريقة أخرى لكي تصف شيئا ما رائع أو ساحر جدا تريد أن تجيب صاحب هذا الرأي تقول له لنرى لنرى العبارات التي يمكنك استخدامها في حالة لو توافق شخصا ما رأيه Das stimmt nicht هذا غير صحيح Das stimmt nicht Nein Das finde ich nicht لا أنا لا أعتقد هذا لا أظن هذا Ich bin anderer Meinung أنا لا أوافق كالرأي أعترض على رأيك Du hast nicht recht ليس عندك حق Du hast nicht recht Ich finde fußball langweiligt أنا أرى كرة القدم مملة تريد أن تجيب صاحب هذا الرأي وتقول له هذا غير صحيح أنا أرى كرة القدم مسلية Und haltsam تعني مسل عندما نصف شيئا ما أنه مسل Das stimmt nicht Ich finde fußball unterhaltsam Ich denke dass diese farbe dir steht أنا أعتقد أن هذا اللون diese farbe يلائمك يبدو جيدا عليك الفعل stehen في هذا الصياء معناه لا أما يلائم أو ناسب فعل plus datif das finde ich nicht أنا لا أعتقد هذا das finde ich nicht Ich finde diesen film lustig يعني أنا أرى هذا الفيلم مضحك lustig عندما تصف شيئا ما أنه مضحك الآن تريد أن تجيب صاحب هذا الرأي تقول له أنا لا أوافق كالرأي أنا أرى هذا الفيلم غير مضحك unlustig تعني غير مضحك unlustig ich bin andere meinen ich finde diesen film unlustig إذا أردت أن تبقى محايد في رأيك بمعنى لا تريد أن تقول أنا أتفق معك أو أنا لا أتفق معك تريد أن تبقى محايد عبارات يمكنك استخدام هك إس كونت داروف آن على حسب إس كونت داروف آن كاين آنون ليس عندي فكرة كاين آنون داس إس مير إغال لا يهمني أنا غير مهتم أو غير مهتم داس إس مير إغال إش فند إن أرغانت يعني أنا أره متعجر فل أرغانت داس إس مير إغال أنا لأي هم مني غير مهتم مهتم